الطوفان يجرف الكيان هل خططت إيران لعملية طوفان الأقصى؟ كتابهم يجمعون مهما حدث فقد خسرنا الحرب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طوفان الأقصى يجرف الكيان هذا الكيان الصهيون اللقيط ويؤكد برة أخرى أن بإمكان الفلسطينيين إذا أرادوا أن يفعلوا المعجزات وبإمكان العرب والمسلمين إذا أرادوا أيضا أن يفعلوا المعجزات وهذا ما أشارت له كل بيانات الترحيب والتصريحات التي صدرت عن كافة المسؤولين الإيرانيين وطبعا العراقيين عدى بعض الفئة الضالة التي تراهن ما تزال على هذا الكيان الصهيون اللقيط وعلى علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإرضاء هذا الكيان لكن عموما يعني هناك فرحة وهذه الفرحة لا يستطيع أحد إخفاءها في هذه القضية تحديدا يعني شعب فلسطيني مقهور وهذا الشعب الفلسطيني المقهور عانى الأمرين طوال العقود الماضية منذ قيام هذه الدولة وهذا الكيان الصهيوني اللقيط ومن حقه أن يمتفض ومن حقه أن يثور ومن حقه أن يفعل ما يفعل طبعا وفق الأطر الشرعية ووفق الأطر وأكد الشرعية وليس القانونية الدولية لأن القانون الدولي وما يسمى بالمجتمع الدولي وهذا مصطلح الشرعية الدولية هذا كله من أجل مصلحة هذا الكيان اللقيط لكن في نفس الوقت علينا أيضا أن نفكر خارج الحدود وخارج الصندوق يعني مع ملاحظة أكرر مرة أخرى أن أي انتصار على الكيان الصهيوني في أي بقعة من العالم هو عمل مشروع وعمل يحتاج ويقتضي ويستلزم الإشادة به وتشجيع القائمين عليه أقول مهما كان هذا العمل صغيرا كبيرا وأينما كان خاصة عندما يستهدف الكيان الصهيوني اللقيط وبعيدا عن المبررات والأسباب والمبررات والأسباب بعروفة شعب فلسطيني اغتصبت بلاده ولا يزال يعاني ويعيش تحت الاحتلال ومهما يكون أيضا في الحديث عن النتائج والتداعيات فنحن نؤيد وما في عاقل في هذه الدنيا وما في إنسان شريف لا يؤيد حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم لأن المقاومة حق مشروع أقول بغض النظر عن الأسباب والمبررات والنتائج والتداعيات وبغض النظر عن هذا السيل الإعلامي وهذا الغرب الجارف من التأييد هذا التأييد الغربي الجارف لهذا الكيان الصهيوني وشفته أمريكا ترسل الحامل الطائرات إلى غزة وكأن غزة فيها مصنع للقنابل النووية ويتمجح هذا الكيان بأن العالم كله أو أغلبه يؤيد ما يسميه العالم والإعلام المظلل بحق هذا الكيان في الدفاع عن نفسه ويبينه لك أن هذا الكيان الصهيوني هو الضحية وأن الذين اعتدوا عليهم سكان غزة الفلسطينيون وفي هذه البقعة تحديدا فيجب أن نشير إلى أن هناك مخططا تهجيريا قسريا يمارس على قدم وساق وهناك أقول مرة أخرى يجب أن نفكر قليلا خارج الصندوق هناك مخطط قديم جديد لإحياء ما سمي بصفقة القرن شوية حطوا تحت كلمة صفقة القرن خط أسود وتعالوا تابعوا وأنا لا أريد أن أشككوا في النوايا بس أنا أعرف جيدا من خلال متابعاتي أن فوريان بوليسي على سبيل المثال في العام 2013 مثلا فوريان بوليسي جاءت بمشروع آنذاك حمله وزير الخارجية الأمريكي الأسبق آنذاك جون كيري هذا المخطط وراح ألتقى آنذاك بالرئيس المصري آنذاك محمد مرسي في القاهرة ونقل له وعود بتقديم مساعدات دولية إلى مصر مقابل أن يتم توطين سكان غزة في سيناء وهذا الآن المشروع بدأوا يتحركون عليه بطريقة عملاتية عملياتية يعني الكيان الصهيوني يقصف بشدة غزة ويدعو إلى إخراج إفراغ هذا طبعا هذا التهجير القسري هذه حرب وإبادة جماعية إلى إخراج الفلسطينيين إلى سيناء وطبعا يريدون في نفس الوقت من أقول إحياء صفقة القرن لأن صفقة القرن ومنه كان يقف وراه روحوا فتشوا في زمن ترامب كان يقف خلف صفقة القرن محمد بن سلمان أقول دعونا نفكر قليلا خارج الحدود ومحمد بن سلمان الآن يقود مشروع الإعلان ولا أقول التطبيع مع الكيان الصهيوني لأنهم اتفقوا عليه وقاعدين يسوقوا له فهم يحتاجون إلى القيام بأي عمل أو استثمار أي عمل أو تشويغ أي عمل عمل مقاوم من أجل الوصول إلى أهدافهم إحياء صفقة القرن مجددا وفرض التطبيع الصهيوني السعودي يعني يجيك محمد بن سلمان وتجي السعودية ومعها إلى حد ما مصر مع ملاحظة مصر خايفة من هذا الموضوع خايفة بشدة لأنه يترفض التوطين لأنه يقول لك سناة شحلة عليها من سوينه حرب رمضان وحرب أكتوبر حتى نأخذ سناة أنه بنجي والله نعطي سناة إلى الفلسطينيين ويوطنوهم منافسة في موضوع كيفية حل القضية الفلسطينية وإيجاد حل لما سميه بالقضية الإسرائيلية فهم الآن يريدون يعني لا تستبعد أنت فكر حط أمامك هذه النقطة لا تستبعد في المراحل المقبلة أن يأتي تسويق المملكة العربية السعودية كداعية سلام لإنقاذ الشعب الفلسطيني وطرح مجددا صفقة القرن وتبرير ذهاب قبلة المسلمين يعني الموجودة في المملكة العربية السعودية نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بشكل رسمي فهم على هذا الأساس يعني وهذا أقولكم دعونا نفكر خارج الصندوق لأنه من نجي نشوف مثلا هذه العمليات ونؤيدها ونباركها طوفان الأقصى وين متى تمت تمت واندلعت في أكتوبر في يوم الغفران بالنسبة لليهود حرب رمضان المجيدة يعني حرب أكتوبر عام 1973 أيضا حصلت في أكتوبر في يوم الغفران صحيح وراء سنوات يعني مو مباشرة وراء سنوات يعني وراء 5 سنين تقريبا أعلن عن كام ديفيد فلهذا سميت لدى بعض الكتاب والبحاء والباحثين ومن يهتم حقيقة بقضية فلسطين قالوا أن حرب أكتوبر لم تكن حرب تحرير حقيقية بالمواصفات الحقيقية حرب أكتوبر 73 بل كانت حرب تحريك لقضية الصراع بين ما يسمى الصراع العربي الإسرائيلي والنتيجة كانت هذا الموضوع اللي هو اتفاقية كام ديفيد والعرب زعله لأنه قالوا السادات ما لازم يروح بمفرده لسلام مع الكيان الصهيوني ويجب أن يكون هذا السلام جماعيا وسوى صدام حسين مؤتمر قمة بغداد عام 78 بعد قمة بعد معاهدة كام ديفيد وخرجوا بالقرارين الموافقة على سلام قائم على القرارين 242 و338 من تجي الآن وتطرح موضوع الحل الدولتين هسه هسه يتحدثون عن حل الدولتين وفق شنو دولة فلسطينية على على أراضي فلسطين عام 67 هسه البعض يقول احنا هذا لا يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني بس هذا مبدئيا وانا لا أريد هسه أن أشكك لكن أقول أن حركة حماس عندما قامت بتعديل 2017 ميثاقها الوطني بالوثيقة السياسية المعروفة قبلت بدولة فلسطينية على حدود 67 وستين صحيح هي في ذلك الوقت أرادت أن تتبرأ من ارتباطها بالإخوان المسلمين لكن الإخوان المسلمين أحبائي ومحمد مرسي وهذا ما كشفته الفوريان بوليسي وتحدث عنه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس عام 2018 كان هناك يوجد مشروع توطين الفلسطينيين في غزة بن غزة في صحراء سيناء بمساعدات وعلى أساس يعني إيجاد هذا الأمر الخطير وحل الدولتين حل القضيتين بحل الدولتين وهذا شنو يعني هذا يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني السموليون باتشر عقبوة بالنتيجة يجب أن ننتبه وأن نتحدث عن طوفان الأقصى بمزيد من الفخر لكن أيضا بحذر شديد من أن يسوق الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة وأطراف إقليمية على رأسها المملكة العربية السعودية وحتى بعض الأطراف في فلسطين المحتلة ابقوا معنا خططت إيران لعملية طوفان الأقصى بل لماذا يراد دائما الزج باسم إيران في كل ما يجري في المنطقة ودائما خفت شوات تذكرون هذا هذه العبارة المشهورة كل من إيران كل من إيران وثبت أن إيران هي دائما مع الحق وأن إيران تدعم القضية الفلسطينية من منطلقات مبدئية وهي تؤيد هذه القضية حتى تحرير فلسطين أقول لعل لعل إيران أو حتى حزب الله في لبنان والقائمين على محور المقاومة يدركون بل هم يدركون هذه اللعلهم ربما زائدة من عندي بس من باب أنه ما عندي معلومات يقينية هنا في هذه النقطة هم يعرفون جيدا بأن بإمكان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والغرب استثمار هذه الانتصارات العظيمة الموجودة في فلسطين المحتلة لبعدين تحويل هذا النصر إلى مثل ما صار في حرب رمضان حرب أكتوبر 73 إلى تحريك لقضية ما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي والصراع الذي اختزل إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يراد له أن يختزل إلى المسألة الإسرائيلية وطبعا صار جدل وطبعا الكيان الصهيوني يبحث عن مبرر دائما لكي يشن ويحلظ الدول الغربية والولايات المتحدة على شن حرب مباشرة على الجمهورية الإسلامية وهو يعلم جيدا في الظروف الحالية التي يعيشها هذا الكيان داخليا قبل طوفان الأقصى وطوفان الأقصى أكدت أن هذا الكيان هو نمر من ورق كيان وظيفي كارتوني والولايات المتحدة من بعثة هذه الطائرات حاملة الطائرات إلى المياه إلى البحر المتوسط قبالة غزة هذا جليل على أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هذا الكيان هو يمثل قاعدة عسكرية لتحقيق وظائف الغرب والولايات المتحدة بشكل خاص فبأي شكل أشكالي قل لك إيران تدعم حماس نعم إيران تدعم حماس وتدعم الجهاد الإسلامي وتدعم جبهة ديبوقراطية وتدعمه فنزاولة إيران تدعم كل من يعمل من أجل تحرير الإنسان من غط رسة الولايات المتحدة والاستكبار العالمي لكن في هذا الموضوع تحديدا صار جدل لاحظتم في الفترة الماضية ووالله إيران وإيران حتى على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعرف جيدا أنها لا تريد التورط إسرائيل تريد تورطها بصراع مباشر حربي يعني عسكري مع إيران في الظروف الحالية وقالت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير الخارجي أنتوني بلينكين وهو أيضا يهودي صهيوني يعني يعني معروف قالت بأنه لا توجد أي مؤشرات على تورط إيران المباشر في التخطيط لهذه العملية إيران تدعم مثل ما البقية الكل يدعمون من الناس الأحرار الإمام السيد علي خامنئي حسم هذا الجدل بشكل واضح وصريح عندما قال يعني فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تكون يرى اللعبته في العملية النوعية النادرة والهجوم غير المسبوق منذ حرب رمضان أكتوبر عام 73 وأكد سماحته أن عملية الطفال الأقصى هي عملية الفلسطينيين المساعدة أنفسهم أي دون تدخل وتخطيط إيراني وقال سماحة السيد آية الله العظمى الإمام علي خامنئي إن طفال الأقصى مبادرة الفلسطينيين الشجاعة والمضحية وفي الوقت عينه كانت هذه العملية ردا على جرائم العدو الغاصب ما قال إسرائيل وسائل الإعلام تجي تذكر كلمة إسرائيل لأنه الإمام خامنئ لا يعترف بشيء اسمه إسرائيل وسل كثير من من يجون بعضهم يصدر بيانات ويدعو إلى مظاهرات ودائما يتعمد أن يذكر كلمة إسرائيل لأن إسرائيل هذا الوجود غير شرعي نسو أن هذا الكيان لقيط فيقول كانت ردا على جرائم العدو والغاصب وكلمة العدو يعني نحن في إيران في الجمهورية الإسلامية في العراق الدول التي لا تعترف بهذا الكيان هي في حالة حرب مع هذا الكيان حالة حرب هو يعني هو لتنياه أعلنها بشكل واضح وصريح من قال نحن أعلن الحرب ما قال أبو صراع مع حماس ومع الجهاد الإسلامي أعلن الحرب هذا يقتضي من جميع الدول التي لم توقع على معاغدة تسوية أو سلام مع هذا الكيان اللقيط أن تحذر وأن تعتبر نفسه بالفعل في حالة حرب وتستعد كل شيء يصير لما هو آت فقال سماحته هو في الوقت عينيه كانت ردا العملية على جرائم العدو الغاصب التي تواصلت أعواما وأضاف أنهم يروجون أن العمل الذي حصل في غزة هو من تخطيط الإيرانيين أنهم خاطئون مشتبهون لقد كان هذا العمل الذكي من الفلسطينيين أنفسهم وإننا وإننا نقبل أيدي من خطط لذلك لهذا هذا المفروض يخرس تلك الأصوات وفي نفس الوقت يخرس الأصوات التي تقول زين إيران ليش ما تحارب الكيان الصهيوني هذه الحرب لهم شروطها ولهم مواصفاتها ولازم أكو حدود مفتوحة ولازم أكو دول أيضا مو مثل مصر ترفض مجيء لاجئين الأردن أغلقت حدودها الأردن والشعب الفلسطيني يعني أكثر من نصف الشعب الأردني هم فلسطينيون الحرب الحرب العسكرية واسعة الانتشار لهذا تطوراتها ولها ظروفها ولها مواصفاتها لكن هذا أيضا في نفس الوقت وباعترافهم هم وكما يقول الحمساويون والجهاديون هذا لم يكن ليتم أي انتصار لم يكن لينجح ولا يتم لولا الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية من منطلقات إنسانية وعقائدية ومبدئية وكانوا كان كثيرون أيضا حتى ربما من بعض الأشخاص الذين يحبون الجمهورية الإسلامية ويتعاطفون مع الفلسطينيين تسائلوا عما إذا كانت إيران باعتبارها الداعم الرئيسي لحماس لها دور فيها وتدرون جيدا حماس أيضا يعني اختلفت مع الجمهورية الإسلامية في موضوع سوريا على الأقل حماس دعمت المنظمات التكفيرية والارهابية التي قاتلت الدولة السورية بينما إيران دعمت الدولة السورية وتعرفوها هذه القضية بعدها نسهم ويجوا وبرروا واعترفوا بأخطائهم هذا مو مشكلة بس قضية فلسطين إيران تدعم فلسطين حتى لا يجري التذويب الهوية الفلسطينية فأي عمل داخل فلسطين إيران تدعمه وتؤيده على كل الأحرار أن يدعمه وبالمناسبة حتى قبل سماحة السيد الإمام علي خامنئي كانت مصادر إيرانية متطابقة سربت معلومات بالفعل بعيد الإعلان عن طوفان الأقصى مفاد هذه المعلومات أن إيران لم تكن متورطة في التخطيط أو تنفيذ الهجوم النوعي على الكيان الصهيوني السيد علي خامنئي السيد الأدمير العلي الشمخاني وهو المستشار السياسي للسيد القائل وكان قد عمل مستشارا للأمن القومي حتى مايو قال في يوم 8 أكتوبر تشرين الأول يعني بعيدة هذه العملية النوعية على تصريح مهم جدا وصف المقاومة الفلسطينية بأنها حركة مستقلة ضع تحتها خط وهو ما كرره بعد ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كمعاني وفي نفس الاتجاه صدر بيان من بحثة الأمم المتحدة مع أن الجمهورية الإسلامية تعرف جيدا أن دعم المقاومة الفلسطينية هو حق المشروع أقرته نفس الأمم المتحدة بس لسحب البساط من أي ذرائعة لخلط الأوراق في المنطقة تأكد أن إيران تدعم وتخلي الناس هم يشتغلون هو هذا الشيء المهم وبالمناسبة يعني الجمهورية الإسلامية حتى في قضية اليمن لاحظتم أنتم تحدثوا أن أنصار الله تجيهم طائرات مسيرة وصواريخ من إيران ولم يثبت حتى هذه اللحظة وأنا أحدثكم أن إيران بالفعل أرسلت صواريخ أو طائرات مسيرة إلى أنصار لجان رسمية من الأمم المتحدة ذهبت وحققت ولم يثبت ذلك لكن إيران خلقت بصيرة أوجدت بصيرة وطاقات ذاتية لدى المقاومين في كل مكان ليكونوا دائما محطات للمقاومة متنقلة تنفذ وهذا الذي يزعجهم وهذا الذي يرعبهم تنفذ ما تراه مناسبا حسب ظروفهم في المنطقة وحسب الوضع الدولي والإقليمي وطبعا لكل مقام مقال على كل الولايات المتحدة نفسه كما قلت لكم أقرت بأن إيران لم تكن خططت لهذه العملية لكن في نفس الوقت هم يثيرون هذه الموضوعات حتى يوجد مبررات لإعادة تسويق صفقة القرن كما قلت لكم وإعادة تسويق التطبيع مع الكيان الصهيوني بين المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني لأنهم من باب أنه هذه العملية قد تؤخر إعلان هذا التطبيع من وجهة نظرهم لهذا سيعطون كما قلت لكم في المحور الأول للمملكة العربية السعودية دورا أكبر لكن باختصار وأنهي هذا المحور أقول أوجدت عملية طوفان الأقصى التي خطط لها الفلسطينيون ونفذوها بأنفسهم دون مساعدة مباشرة من إيران أوجدت معادلة جديدة من توازن الرعب وهنا يجب أن ننتبه جيدا إلى معادلة توازن الرعب وهي تبقي الأصبع دائما على الزناد في وحدة الساحات أبقوا معنا مهما حدث في هذه الجولة من الحرب بين بين قوسين إسرائيل وغزة وقد خسرنا بالفعل شوفوا حتى كتاب الكيان الصهيوني يعترفون بأن هذه الحرب هي بين هذا الكيان وغزة يعني المقاومة الفلسطينية اللي موجودة في غزة هذا حايم ليفنسون وغيره من الكتاب الصهاينة يكتب مقالا كما قلت لكم عنوانه مهما حدث في هذه الجولة من الحرب بين إسرائيل وغزة فقد خسرنا بالفعل يقول أن كل ما تفعله إسرائيل من هذه النقطة فصاعدا لا معنى له يعني هاي الهوسات وهذا الضرب وهذا القصف وهاي الاجتماعات وهاي الهنبلة والتصريحات والتهديدات كان هذا كل ما إلى معنى يقول حتى لو وجدت إسرائيل محمد الضيف في مخبئه قائد الحمساوي الذي تنسب له هذه العملية وقدمته للمحاكمة في محكمة الشعب على ساس عندهم محكمة الشعب هاي الاسرائيليين يحجون وكما حدث في حرب يوم الغفران يعني 73 جاءت الخسارة مع الضرب الافتتاحية والباقي قصص للمؤرخين حقيقة كلام هائل الباقي قصص للمؤرخين يحجون بعد عشر سنين بعد خمسة سنين بعد بيت سنة يقولون مجموعة صغيرة من الفلسطينيين فعلت ما فعلت وبالمناسبة الكثير من الأفلام التي تم بثها فيها تشويخ وهي متعمدة وكانت مدروسة لتشويخ سمعة الفلسطينيين لأنه أكو أفلام أخرى بثت من داخل من الإسرائيليين بين قوسين إسرائيليين ومستوطنات يعني نساء مستوطنات تحدثوا عن هذه العملية وعن مشاهداتهم بما أرعبهم أرعبهم قالوا يعني تعاملوا معنا بإنسانية محظة وقالوا نحن مسلمين والأتقال بقصص طويلة عريضة وروحوا راجعوا ويقول يطلقوا جيش الدفاع الإسرائيلي على هذه العملية اسم عملية يعني قصف غز قصف المدنيين عملية السيوف الحديدية لكنها في الواقع عملية إسقاط السراويل الباقي عليك تفسيرها كل جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن الشاباك بكل وسائلهما طائراتهما بدون طيار تنصطهما ذكائهما البشري متحدثوا عن الذكاء البشري ابتزازهما للمصادر البشرية ذكائهما الاصطناعي عباقرة وحدة النخبة اس آي جي آي ان تي ثمانتالاف ومئتين لم يكن لدى أحد منهم أدنى فكرة هذا ديحشي على هذه المعجزة التي حصلت لقد كان نجاح حماس حدثا استراتيجيا بالنسبة لما يسمى بدولة إسرائيل ما يسمى مني لقد انهار الشعور بالأمان لقد نقل العدو الحرب بسهولة إلى الأراضي بين قوسين الإسرائيلية دون أي رد تم الكشف عن أن جيش الدفاع الإسرائيلي عار بطولة الجيش فشل مستمر هذا واحد منهم يقول لن يعود المجتمع بين قوسين الإسرائيلي إلى ما كان عليه قبل سبعة شرين الأول وبالمناسبة هس هم نفسهم المقاومين قالوا ترى ما قبلت سبعة شرين ليس كما بعد سبعة شرين وهاي اليمنيين قالوا لهم من راحوا ضربوا الأرامكو وغير الأرامكو قالوا ترى ما قبل أرامكو غير ما بعد أرامكو هو ليش راحت السعودية وتوجغت وطلبت التصالح مع إيران هذا الموضوع اللي حتشينا به سابقاً لأنه بالفعل أكو معادلة جديدة أنا قلتها في المحور السابق توازن الرعب بين فترة وفترة تتغير تفاصيله المعادلات تتغير لن يعود المجتمع هذا اللي يسمونه الإسرائيلي إلى ما كان عليه قبل سبعة شرين الأول أكتوبر وكما غيرت حرب يوم الغفران اللي ثلاثة وسبعين إسرائيل فقد غيرت إسرائيل أيضاً مع ملاحظة أنا أعود أذكركم بالمحور الأول وأقول بأنه يراد عندما يجم استذكار حرب أكتوبر الثلاثة وسبعين في نفس الوقت التسويق أو التحضير لمعاهدة جديدة على غرار كام ديفيد تستغل دماء الناس ودماء الفلسطينيين وتجعل من القضية الفلسطينية مجرد كارت على طاولة المفاوضات فبالنتيجة هناك أيضاً وسائل إعلام أخرى وصحف عبرية أخرى تحدثت عن هذا الهجوم طوفان الأقصى وصفته صدمة فشل كابوس كابوس الجيش الإسرائيلي وكانت تقول بعض هذه الصحف تقول كان الجيش الإسرائيلي يخشى الذهاب إلى معركة برية في غزة فذهبت غزة إليه بمعركة برية وعمماً ركزت على أن هذا الفشل سيخلق معادلة جديدة من الرعب مو بس الرعب القائم على توازن القوى العسكرية والاستراتيجية لا الرعب داخل المجتمع يعني هم نفسهم هؤلاء اليهود الصهاينة هذه حقيقة إسلامية قرآنية الله قذف في قلوبهم الرعب فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا روحوا شوفوا بالقرآن الكريم الآيات التي تتحدث عن الرعب الذي يصيب هؤلاء في حصول المشيدة فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا على كل شبهت هذه الصحف الإسرائيلية والعبرية الهجوم بتشبيهات أقل ما يقال عنها أنها جعلت هذا الكيان الضحوكة وأن نهايته بالفعل باتت قريبة وأن هذه النهاية ستتم من داخل فلسطين لأن هذه المعادلة معادلة الصراع لو تيجي تقيسة جغرافيا هي فقط داخل فلسطين المحتلة يعني غزة جزء من فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الذي تعرضت مستوطناته إلى هذه العملية النوعية هي أيضا الجزء الأكبر طبعا من فلسطين المحتلة فإذن نحن جغرافيا في الجغرافيا السياسية نتحدث عن معركة داخل فلسطين المحتلة وهذه هي وصمة عار كما تقول الصحف العبرية تقول هذا العار يملأ قلوبنا بالغضب وأعيننا بالدموع إنها مأساة خاصة بالنسبة لمئات العائلات التي تعيش بالقرب من حدود غزة ثبت أنه حتى في العمليات السابقة بالمناسبة ثبت أن صواريخ غزة صواريخ المقاومة تصل إلى داخل فلسطين في هنالك في المدن الفلسطينية التي تم احتلالها في العام 1948 شوفوا مثلا يوم سبعة أكتوبر صحيفة هارتس التي نشرت مقالا تحت عنوان تأريخ سيبقى عارا على إسرائيل كتبه الدبلوماسي والكاتب الإسرائيلي ألون بينكاس اعتبر هذا الكاتب هجوم حماس بمثابة كارثة إسرائيلية مروعة يقول فشلت الدولة ما يسمى بالدولة بقيادة رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو وجيش الدفاع بشكل مذهل في حماية مواطنيها على حد تعبيره ويقول لا يمكنك المبالغة في تقدير حجم وقوة موجات الصدمة المدوية لهجوم يوم السبت على بينقوسين إسرائيل يقول هذا هو يوم الغفران عام 1973 مرة أخرى مع فارق أساسي واحد الخسائر التي لحقت بإسرائيل بينقوسين في عام 1973 30 ألاف قتيل خلال كل الحرب ومن كل الجبهات في الجولان وفي سيناء على حساب الجيش لقد أودى هجوم يوم السبت الذي من المؤكد أن يتصاعد عدد القتلى فيه بحياتي كثيرين أنا شفت قناة إسرائيلية حقيقة تنقل عن مراسلها من أحد المستشفيات قبل يومين من إعداد هذا البرنامج يقول عدد القتلى في صفوف الجيش تجاوز الألفين كرر قال مو الألف يعني كرر الكلمة قال لا أقوله ألف لا يقول تجاوز الألفين تجاوز الألفين هذا العدد هم مو مشكلة هو واحدة مهم بالنسبة لهذا الكيان اللقير لكن هذا يعني أنه بالفعل أكو معادلة جديدة نشأت وظهرت على السطح وكل صراحة يجب استثمار هذا الانتصار مو لتحريك الصراع نحو حل الدولتين أو حل القضيتين بل نحو تعبئة الأمة لكي تدعم فلسطين والفلسطينيين للحفاظ على هويتهم و لأن يزول هذا الكيان من الداخل شلون؟ من الداخل وطبعا ناهيك عن التداعيات السياسية التي ستظهر على صعيد القادة السياسيين في هذا الكيان وحتى في بعض الدول الغربية التي دعمته وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية في آمانة الأمريكية